مين اللي قتل؟ أبو الأمير هاملت أول مرة قابلت نادين وحمود من تدك سكايرو سألتهم هذا السؤال كنت أحكي لهم أن من يومين قبل المقابلة فزت بننحى الإنتاج أول فيلم قصير ليه والاسمه عادت فتح التحقيق في قضية مقتل والد الأمير هاملت والسؤال كان في السياق ده وطبعاً كانت الإجابة أن كلاوديوس العم هو اللي قتل الأب هذه الإجابة اللي يعرفها أي حد قرى المسرحية أو حتى ما قرهاش فهو على الأقل شاف فيلم الأسد الملك وسكار وهو بيقت المفاسة بس كنت بقول لهم أن مع إرئيات كتير للمسرحية ومشاهدة نسخ سينمائية وعلى المسرح بشكل مختلف كان فيه سؤال كده بيكبر في دماغي لحد ما بقى هو جوهر التفتيك اللي بحاول أعمله في الفيلم نحن لماذا نصدق باليقين ده أن العم هو اللي قتل الأب لو اللي بيحصل باختصار أن هاملت بيكون غاضب جداً من جواز أمه من عمه بعد ما اقتلبوه وفي الوقت دوت بيطلع له شبح الأب وينمي الغضب ده جواه ويقول له حاجة يحب يسمعها في اللحظة ديت كما أن عمك قتلني وبعدها هو نفسه بيبدأ يتصرف كشخص مجنون فبالتالي اليقين الراصخ دوت عندنا أن العم هو اللي قتل لأب جوهره في النهاية هي جملة قالها شبح لشخص قد يكون مجنون فهل دوت ما يستحقش أننا نسائل أن يمكن دي ما تكونش الحقيقة؟ بعدها في نفس المقابلة كنت بسألهم عن الثيم بتعسن لكي أستكشف بالضبط ممكن أن أتكلم أو أتكلم عن إيه فكانوا بيقولوني أن الثيم هو قصة كهف أفلاطون قصة المساجين المحبوسين داخل كهف أديهم متسلسلة وراء ظهرهم وقامهم حيضة بيضة بيشوفوا عليها انعكسات الأشياء التي تحدث بر حيوانات وبني أدمين وبشر لحد ما فيه واحد منهم بيقدر أنه يكسر القيد ويطلع بره الكهف دوت ويشوف الحاجات على حقيقتها ده غزال ده فيل دي شجرة ودول بشر وبيقرر أنه يرجع ويقول لزميله اللي كانوا محبوسين معاه أن العالم بره أوسع من اللي احنا شايفينه هو أكبر من كده فهما بيرفضوا دوت لأنه مواجهته كان قاسي جداً أن الشيء اللي انت متربي عليه وبتشوفه عمرك كله ما يكونش هو الحقيقة وبيقتلوه وبيفضلوا يتعاملوا مع ضل الأشياء اللي جاية من بره وقتها الفكرة ديت كانت ملهمة جداً بالنسبالي عشان أظن أنه فكرة الحقيقة ونسبيتها وطريقة التعامل معاها هي من أكتر الأفكار اللي كانت ملهمة بالنسبالي في آخر سنتين أو ثلاثة من حياتي فكرة هملت وقتل العم والأب للأب هو جزء من دوت بس كمان السنة اللي فاتت مثلاً كنت شغالة على مشروع اسمه السينيما كأرشيف بصري صورة القاهرة في الأفلام جوهره الأساسي هو مسائلة صورة المدينة ديت إزاي تكونت جوه أفلامها وجوه أرشيفها وهل الصورة ديت حقيقية ولا لا قررت أن دوت الموضوع اللي أنا هتكلم فيه بس فاضل بس أحدد المحاور اللي هتحرك جواها وأبص على شوية كتب ومراجع وكان من ضمن الكتب ديت كتاب اسمه عن الفوتغراف لكاتبة ومفكرة أمريكية اسمها سوزان سونتاك كنت ناسي الكتاب بس لما فتحته وقرأت بدأت أقرأ أول فصل فيه وجدت أن أول فصل دوت اللي أنا كنت ناسيه كماماً اسمه في كهف أفلاطون ولأنني شخص مؤمن قد كده بالعلامات والإشارات وإزاي الحجاب بتربط ببعض الفيلم مقابلة تيدكس الكتاب كهف أفلاطون فمن المنطقي جداً أنا كن واقف قدامكم دلوقتي وبتكلم عن الحقيقة بفكر أن على مدى التاريخ الإنساني كان فيه دايماً محاولات من قبل فرد أو جهة أو سلطة أن هم يخلوا الناس يصدقوا ويأمنوا في حاجات معينة حكايات أو فرضيات أو نظريات ويأمنوا تماماً أن ديت هي الحقيقة وسواء الحاجات ديت كانت هي الحقيقة أو لا ففيه دايماً كانوا وسلتين هما اللي بيستخداموا الوسيلة الأولى هي الحكاية المتنقلة أنك تقول حكاية وتسيبها تنتشر ما بين الناس التاريخ والدين كانوا دايماً وسيلة مهمة لدوت عشان تخلي الحكاية ديت تعيش وتستمر ويبقى لها قاعدة أكبر امنحها سند ومنحها قداسة وهي هتستمر لوحدة وهتفضل موجودة وعلى مدار السنين هتوصل لأعلى درجة أنه محدش هيسائل أصلاً إذا كانت حقيقة أو لا بعدها ومع التطور بقى فيه الوسيلة الثانية الصورة الصورة كدليل مادي على أن شيئاً ما قد حدث زي ما بتقول سوزان سونتاج بس كمان الصورة ديت هي نفسها قدر على تحقيق حضور مزيف بنفس كلامها برضو فيه مثالين كنت بفكر فيهم لوقت طويل هم جزء من تاريخنا وعلاقتنا كمصريين بزمان ومكان المنطقة ديت من العالم هم اللي هترحهم كمثالين على الحاجات ديت وإزاي الحكاية المنقوصة أو الصورة ممكن تكون جداً مغلوطة وعلى قد ما بنتعامل معها باعتبارها الحقيقة ممكن ما تكونش بتقول الحقيقة ديت لو سألت دلوقتي عن إخناتون الفرعون الحاكم من الأسر المصرية القديمة ما المعلومة أو الانطباع أو الشيء اللي 99% غالباً من القعدين عندهم عنه؟ على الأغلب أن الفرعون اللي قام بتوحيد الأديان الشخص الطقي والورع اللي قدرك الوجود الخفي للإله وراء قرص الشمس بنفس الصورة اللي بقت موجودة موجود عليها الله في الأديان السماوية بعد كده طيب أنا راجل دراستي الأسسية بعيداً عن الصينما هي التاريخ وبالمناسبة أنا شايف أن هذا يديني شوية مرجعية يخليك ممكن تسمعني بس مش معناه أبداً أن أنا كمان بقول الحقيقة ممكن جداً أكون بجزب أو بهزي بس المهم أن في سياق الدراسة ديت وفي سياق أني في وقت كنت مهتم بالمصريات تحديداً تتبعت شوية الوقت والعصر بتاع إخناتون وقتها وصلت الحاجات كانت مضهشة جداً بالنسبة لي ما حصل أنه قبل أربعين أو خمسين سنة من ولادة إخناتون حصل في مصر شوية اضطرابات أو مشاكل أساسها هو الفتوحات الخارجية التي كانت توسعت جداً في هذه الفترة وبالتالي وعلى قد داية ما كانت حاجة كويسة للاقتصاد والازدهار والحاجات داية لكن في النهاية هناك ناس من الدول التي تفتحت كانت تأتي لمصر بكسافة تحديداً من دول الشام وهم ما كانوش بيجوا بس بعداتهم وتقالتهم بس هم كانوا بيجوا كمان بالالهة بتاعتهم ودخل في حالة فوضى من الآلهة في البلد ما فيش حاجة خطيرة بتحصل بس شيء مقلق كم الآلهة داوة اللي بقى موجود وقتها في اللحظة دي اقترح الكهنة في عهد الفرعون تحتمص الرابع ان هم يوحدوا الآلهة دي كلها تحت هيئة إله واحد اسمه الإله أاتون ويكون موجود ورا قرس الشمس ويكون وجوده خافي وليس مادي لكي لا يحصل تناحر ما بين الأشخاص على الوجود داوة فهو يجب أن يكون وجود خافي وقط ان الفرعون يبقى هو المتحدث باسمه على الأرض وده بيحل حاجات كتير بس تطبيق دا كانت صعب جداً في الفترة داوة نظراً لان قد إيه المصريين مؤمنين تماماً بالآلهة المتعددة اللي معاهم بقالها مئات السنين ما ينفعش أجي أقول لك دلوقتي نسيب الإله اللي أنت أصلاً بتعبوده سواء شمس أو أمر أو بقرة أياً كان وأجي أقول لك أن فيه إله جديد موجود خافي فقرروا أنهم يخلوا الديانة داوة هي ديانة الأسرة الحاكمة بس ويأجلوا تنفيذ داوة شوية لحد ما الظروف تسمح لحد ما جاء من حطب الرابع بتموحات سلطوية كبيرة تخص حكمه للمنطقة داوة وقرر فوراً أنه ينفذ الفكرة يوحد الآلهة هدم كل المعابد وخلى الآلهة كلها تتوحد تحت سورة الإله أتون وسمى نفسه إخناتون بمعنى خادم أتون وطبعاً خلى نفسه إله آخر على الأرض ودوت كان بيقابله رفض شديد من قبل المصريين صورات ورفض حصل ضده بشكل مختلف عن أي حاجة حصلت قبلها في التاريخ الكهنة كمان كانوا رفضين إن داوة يحصل وبالتالي فهو هرب من العاصمة طيبة ورح منطقة تانية اللي هي تاريخياً مفترض إنها تل العمارنا دلوقتي عشان يعبد الإله بتاعه مع مجموعة من المردين ليه وفي مصر وقتها وفي ظل الصياق داوة ما بين الفرعون في ناحية والشعب في ناحية والكهنة في ناحية فكل الأحوال بازت تماماً أحوال الزراعة والاقتصاد كل شيء سيء حتى الفتوحات التاريخية توقفت تماماً ويمكن انحصرت في اللحظة دية عشان الجيش رجع من أماكنه الحدودية اللي موجود فيها عشان يسيطر على الوضع الداخلي وفضلت الأمور تسوق وتسوق لحد ما مات إخناتون مسموم زي ما بتقول روايات كتير وملاحق تماماً بالعنات المصريين اللي أوضاعهم ما رجعتش تتحسن مرة تانية لحد ما ابنه الأصغر هو اللي تولى مقاليد الأمور رجع كل حاجة زي ما كانت هدم معابد إخناتون ورجع الآلهة والتعددية اللي كانت موجودة ورجعت الدنيا تمشي عادي زي ما كانت والفرعون دوت غير نفسه غير اسمه من توت عنخ أتون لتوت عنخ أمون ما حصلش احتفاء بعدها بإخناتون باعتباره وتوصيفه طول الوقت باعتباره الفرعون الحكيم اللي قدرك وجود واحد للإله إلا مع دخول الأديان السماوية مصر مع اسقاط تماماً كل المشاكل اللي كانت موجودة في العصر بتاعه وكل الاضطرابات السياسية والاقتصادية واسقاط كمان ندية فكرة الكهن ومع السنين مئات السنين بأدية الصورة الوحيدة اللي احنا نعرفها عن إخناتون لدرجة اندوت اللي بيدرس لنا للمدارس وما بقاش فيه احتمالية ان احنا ما نتعاملش مع دوت باعتباره الحقيقة تسعة وتسعين في المية هيبقوا شايفين اندوت الحقيقة بعدها هنروح للصورة التانية من أشكال ترصيخ الحقيقة جوه الناس اللي هي الصورة نفسها الوضع هنا بقى أقوى ما بقيتش مجرد حكاية بتسمعها قدمة صورة بتشوفها وبتقولك ايه اللي حصل وبالتالي فدوت بيرصخ جوه زهنك اكتر السؤال هنا وده اللي كان جوهر الشغل اللي كنت عامله بتاع السينيما كأرشيف بصري ان ازاي حتى الصورة داية ممكن تكون كدابة مش بمعنى اللعبة فيها او التحوير بس بمعنى ان الصورة دايما هي جزء من سياق أكبر لو خرجتها منه ممكن جدا تكون مورطة او ممكن تكون انها قد كده فيها شيء من التزييف عشان بتجيب جزء صغير وبتصيب سياق أكبر بكتير بيحصل احيانا مثلا ان يجي حد على فيسبوك مثلا ويشاير صورة من القرن 19 او العشرين ويقول بص القاهرة كانت حلوة ازاي زمان ويستخدم دوت كوسيلة للتأسي على ماضي ما بقاش موجود وعلى حاضر هو عايش فيه شايفه بالضرورة اسوأ القاهرة كانت قطعة من اوروبا طيب السؤال الحقيقي المهم هو السياق اللي تكونت به الصور دا لوحات مثلا القرن 18 بتاع القاهرة دايما لقطات ملحمية وبعيدة اهتمام بشكل الزخارف والمباني والمعمار والناس فيها اشكالها اندسية صغيرة جدا مش هي الشيء المهم مين اللي رسم اللوحات داية؟ ورسمها في اي سياق اغلب الموروس البصري الفترة داية ابتدى من عند الحاملة الفرنسية نابليون زي ما كان جاي بجيش وبعلماء فهو كان جاي بفنانين ومهمة الفنانين دول واضحة رسم اثار مصر ومعمار القاهرة المساجد والزخارف وكل الحاجات دي عشان كده ده الشيء اللي كان بيلفت نظرهم ده الشيء اللي بيشوفوه هم بيجوا غرباء عن المكان في حاجة معينة هم اللي بيدوروا عليها أو حاجة معينة هي اللي بتاخد عينيهم وده الشيء اللي بيصوروها وده شيء استمر طول القرن 19 كل اللوحات أو أغلب اللوحات على أقل 90% منها فيها الاهتمام دوت بتفاصيل عين غريبة عن المكان ومع الوقت بقت العين الغريبة ديت هي اللي انت بتشكل من خلالها صورتك عن مضيك وتخيلك عن المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي بعدها بقى فيه الفوتوغرافيا الفوتوغرافيا في نهاية القرن كانت قد كده ابتدت تنتشر وبقى موجودة بكثافة أكتر وبقى بتخلي مفيش حائل دلوقتي ما بينك وما بين حتى الصورة اللي انت بتشوفها احنا بنعلق درجة أكبر ما بقىش فيه رسام بيديلك تخيلات عن الشيء انت بتشوف الشيء نفسه كمصغر من الواقع وقطع منه بس برضو هل الصورة الفوتوغرافية ديت هي حقيقة خالصة هل ممكن ناخدها زي ما هي ونقول انه هو دوت وقتها كان فيه قوانين رقبية صارمة جدا حطها الاحتلال الانجليزي لما جاء مصر قوانين رقبية اتطورت من سنة 1882 ل 1911 ل 1947 كلها فيها صيغ شبه موحدة عن رفض اي اظهار لخلل في النظام الاجتماعي او رفض اي صورة قد تسيق لسمعة مصر الى اخره من الحاجات اللي انا لسه نسمعها لحد دلوقتي بس مصدرها كان في الوقت دوت استعمار او الاحتلال كان بيحافظ على صورة المكان اللي هو محتله وعايزها تطلع في احسن صورة فكان حاطط القوانين ديت وبالتالي ففنان الفوتوغرافية لما كان يصور صورة في الشارع في وقت ده كان شيء مكلف جدا انك تكون فنان فتغرافيا ومرتبط غالبا بالصحف فهو كان بيتحرك في مساحة ديئة جدا وقواعد صارمة لازم تخليه يطلع شوارع نظيفة وناس مهندمين ووسط ارستقراطي ده الحاجة اللي لازم يصورها لانه لو صور غيرها هو مش هيبق عنده اتاحة اصلا انه هو يشتغل وبالتالي ده اللي كان موجود وفنان السينما في المقابل بعدها لما كان بيصور في الشارع مثل المخرج محمد كريم في افلام محمد عبدالوهاب مثلا فهو كان بيخسل الشجر وبيخسل الشارع قبل كل مشهد عشان كل حاجة تبدو في احسن صورة حتى لما حصل نقلة بعد كده في السينما المصرية بفيلم العظيمة بتاع كمال سليم اللي هو اهميته جاية من اول انه اول فيلم بيصور الحارة في مصر فهي كانت حارة مخنوقة تماما جوه ستوديو وبترسخ لاشكال وانوات اجتماعية مش موجودة الا في السينما بس وفضلت تتكرر بعد كده في عشرات الافلام زي افلام صلاحة بصيف مثلا الحارة الوسعة اللي كل الناس تعرف بعض ولطيفة مع بعض واخلاقيات ابن البلد والاحتفاء بالفقر باعتباره حاجة كويسة كل ديت حاجات مش بالضرورة ان هي كانت الموجودة او مش بالضرورة ديت ابداً الصورة الكاملة بس ديت طريقة اللي الحاجات تكونت بيها ومع الوقت بقي ديت برضو الصورة اللي انت بتشوف فيها جزء من مضيك وبتتخيل بيها المكان اللي انت جزء منه وتفضل تتأس عليه مع ان القاهرة طول الوقت هي قاهرة بكل ما فيها من جمال او كل ما فيها من قبح ما كانتش قطعة من الاوروبا بالمعنى اللي ابداً موجود دلوقتي طيب كل اللي بيوصل لنا مزيف ده اللي عايز اقوله اووصلله فعتقد انه لا ابداً يعني دينهاية ميلودرامية جداً ممكن نوصلها هنا كل اللي عايز اقوله بس هو دعوة التجريب ان احنا ما نتعاملش مع الحقائق الراصخة اللي بتوصل لنا بالصورة او بالحكاية كحقيقة مسلم بها لمجرد ان دلت قلنا او دلت شوفناه على حيطه في كهف افلاطون في النهاية من المحتمل جداً ان عاملة هملت هو اللي فعلاً يكون قتل ابوه بس لو هنوصل لدوت فعلاً احسن ندقى في كل اللي قصدنا وما بقاش دللنا الوحيد على اي شيء هي مجرد جملة قالها شبح وفضلت تتكرر لحد ما بقت حقيقة شكراً